وعندما يكون البلد كله مأسوراً بيد الميليشيات فليس للقضاء أي أهمية تذكر إذا تعلق الأمر بمحاسبة القتلة والمجرمين ومع كل جريمة أو مجزارة جديدة في العراق يعاد السيناريو ذاته تشكيل لجار تحقيق وأخذ ورد ومماطلة وفي النهاية تطول قصة دون أن يحاكم المدانون لتصبح سياسة الإفلات من العقاب مغذياً للعنف ضد المدنيين والناشطين والمتظاهرين الحكم السريع بالإعدام على قتلة مدير بلدية مدينة كربلا عبير الخفاجي أثارت تساؤلات ودهشة عن سرعة حسم هذه القضية بينما عدة جرائم ومجازر ضد المتظاهرين والناشطين لم يحاسب مرتكبوها رغم توفر الأدلة والبراهين على تلك الجرائم ووضوح هوية مرتكبيها أعضاء في البرلمان أجابوا عن هذه التساؤلات بتأكيدهم وجود ضغوط على الجهات المعنية لمنع محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين أي بعبارة أوضح القتالة التابعون أو المرتبطون بالميليشيات فوق القانون بل فوق الدولة ومؤسساتها حقيقة يقر بها مصطفى الكاظمي نفسه بشهادة مستشار محافظ ذيقار المستقيل علي مهدي الذي كشف أن الكاظمي قال في اجتماع مع مجلس المحافظة إنه غير قادر على محاسبة الميليشيات المتهمة بقتل المتظاهرين بسبب الدعم الخارجي لها فضلا عن أن التصادم معها سيحدث حمام دم في بغداد بحسب تبرير الكاظمي وكأنما يقول لأهالي الضحايا أنسوا حقوق دماء أبنائكم طالما أن قتلتهم من الميليشيات مصيبة الإفلات من العقاب لا تتعلق بشكل القضاء ونصوصه أو بالجهات القائمة عليه بقدر تعلقها بعدم وجود قوة وطنية ذات سيادة تحمي القضاء وأحكامه فرق شاسع بين عراق الدولة الذي يبحث عنه الوطنيون وعراق الغابة الذي يناسب زعماء الميليشيات